السلام عليكم ازايكم عامل ايه يارب تكونوا بقى الفخير نهاردة بقى تعالوا كده مع بعض نشوف الشالي من جوا ونشوف بقى اليوم كله في القرية النهاردة متنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب الاسرار مبخ مع خلوط قولولي رأيكم بقى في الكومنتات ومتنسونيش في اللايك علشان ده اللي بيوصل الفيديو لغيركم والكل يستفاد من المميزات والعيوب وكل حاجة في القرية وعجبتني ولا لأ فكل ده ان شاء الله هنشوفه النهاردة مع بعض في الفيديو ده بص احنا كده كنت النهاردة نازل قعد على البحر كنت حبة ان انا اشوف كده الميا وعود في استجمام ومش عايز حاجة تانية بس هوريكم الاول الشالي عامل ازاي بصود الشالي بيكون قدام البصين كل تقريبا الشاليهات قدامها بصين لان هي فيها اكتر من 12-13 حمام سباحة فكل الشاليهات بتكون على بصين ده بيكون فيه شاليهات غرفتين وفيه شاليهات بغرفة وفيه اكتر ثلاثة اللي هو بيكون غرفتين بيكون فيه سرير كبير في قوضة والغرفة التانية بتكون سريرين ودريسنج وكمود المطبخ مجهز بالكامل تلاجة وفرن وبتجاز وادوات المطبخ بالكامل فيها انتريه كويس فيها كمان صفرة فبتكون مجهزة بالكامل مش محتاجة اي حاجة خالص فيها نظيفة جدا كل حاجة فيها مترتبة كويس ودي اهم حاجة بالنسباني في اي شاليه الشاليهات تعتبر صف اول على البسين بتكون شايف كل القرية بتكون مكيفة وزي ما قلتلكو اهم حاجة بالنسباني في اي شاليه او اي حتة هعود فيها ان هي تكون الفرش بتاعها نظيف رجعت تاني قوضت كده على البحر وبوريكم البحر النهاردة كان جميل والماء قد صافية جدا زي ما انتو شايفين كده ناس كتير سألتني اللي بيميز القرية دي عن اي قرية تانية في الفيديو اللي قابل ده فانا بالنسباني ان القرية فيها اكتر من 12 حمام سباحة فيها اكوا بارك فيها كيدز ايريا السوبر ماركت المطاعم فيها عجل فيها بيتش بوجي كمان الاسعار بتاعتها اسعارة حلوة مش غالية وماش رخيصة فيها الغالي وفيها الرخيص يعني متنسبة اسعار متفوتة بتنسب كل الفئات تقريبا الشاليهات كلها بتشوف البحر او اغلب الشاليهات بتشوف البحر وطبعا ده بيرجع لسعر الشاليه اكيد فيها امن وحراسة كويس جدا لاندسكيب كافيهات مطاعم البحر مائجة جميلة والرملية نظيفة وكل حاجة فيها زي الفول بصراحة والقاطع البحر ما تشبعوش منها كمان القرية من جوه حلوة اوي وانضيفة زي ما قلتلكو ودي كده كان شكل الجنين وفيها اكتر من حمام سباحة بعدت علي لما باجه تماشى انا صعب بحب ان انا تماشى كده وغير جوي كده واشمه هو فبصراحة انا بحب تماشى الصبح او بالليل في حالتين الجو بيكون جميل وممتع اوي كمان زي ما قلتلكو لو انتم معاكو اطفال مش هتكونوا متضايقين ان انتو خايفين عليهم لا انتو هتبقوا سايبينهم براحتهم يتماشوا قدامكو وتكونوا كمان شايفينهم الحلوة فيها ان هي مش بتكون زحمة اوي بصراحة الامن والحراسة والنظافة فيها مهتمين كمان بالزرع جدا مية البسين كمان بتكون ضيفة اوي بده طبعا يميزها عن اي قرية تانية فيه كرة المية بتاعتها ما بتكونش افضل حاجة كمان البسينات بتبقى مهتمة بالطول وده اهم حاجة بالنسبالي في البسين بصراحة لان انا مش طويلة اوي فبكون عايز البسين ما يكونش طويل والمية بتاعتها تكون غويتة فهو مهتم بالحتة دي ان هو فيه الاطفال وفيه كبير شوية وفيه الواسط فده حلو اوي بيميز القرية بصراحة لان انا روحت بسينت في قرية تانية كانت الطول بتاعها كان غويت بس ما كانش فيه طول للقصيرين او للاطفال او كده ما كانش فيه بص احنا عدنا في الفيديو على كام بسين كمان الكفاتري او القفهات شغالة طول اليوم بالنهار وبالليل مش بالليل بس ودي تاعت المشرقات اللي على البسين ده الاكوة حلوة جدا وفتحة النهاردة وقت طويل ما كانتش زحم زي مبارح مبارح المجادة المجادة مجادة المجادة و انا كنت هنا احب ان انا وريكوا الماء انظيفة ازاي يعني انا شايفة تقريبا لحدد هتخالص الماء انظيفة جدا 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 و انا كده اعتبر اخترت البسينة اللي في ناس كتير ما يكونش قليل يعني وده بسينة على البحر هنا حبيت بقى وريكوا الفرق ما بين هنا و ما بين القرية التانية قرية مرايا بص دي قرية مرايا كده من جوه لما رحتها المرة التانية و زحمة شوية فيها خدمات اكتر ده الفرق ما بينها و ما بين القرية دي مورا علشان انت قلتولي الفرق يعني ما بين القريتين الفرق ان هي زحمة شوية عنها تقريبا ان الاسعار اقل شوية من قرية دي مورا بس ده بيفرق طبعا في الخدمات خدمة بتاعة قرية دي مورا اعلى و احسن و اجمل بصراحة ده الفرق ما بينهم انا ما صورتش كتير في القريتين عموما حبيت ان انا استجموا اكتر و ان انا استمتع بالوقت اكتر انت قلولي بقى بتصيفوا فين و في ان هيقارية لو بنتوا بتصيفوا في ناحية الساحة اللي عرفوني اكتبوا لي في الكومنتات اه ما تنزونيش في اللايك و شير اه سبسكرايب بقى علشان ان نوصل عشر تلاف و اللي شاف الفيديو و عجبو اكتب لي تحت في الكومنتات هقولوكو بقى اسكو دلوقتي و اقولوكو السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة